بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات السنوية العامة والأزهرية دارسي مادة الفيزياء مرحبا بكم في هذا المساء مع جزء شيق وممتع من منهج الفيزياء آخر ما وصلنا إليه في الحلقة السابقة دراسة القوة المغناطيسية التي يؤثر بها مجال مغناطيسي على سلك مستقيم واخدنا بعض التطبيقات وسنكمل اليوم باقي تطبيقات تلك القوة المغناطيسية والتي تطبيقاتها عديدة جدا في منهجنا الجميل كلمنا على أن ممكن لو عندي سلك له أجزاء تصنع زوايا مختلفة مع المجال المغناطيسي فإن قيمة القوة المغناطيسية تتوقف على كسافة الفيض المغناطيسي المؤثر واخدنا الشكل اللي احنا هنشوفه أمامنا الآن قلمنا على السلك A B C D E F وقلت المرة اللي فاتت أن جزء A B موازي للفيض وبالتالي الزاوية سيتا هتبقى صفر والعلاقة عندي F بتساوي B I L ساين سيتا سيتا بصفر ساين سيتا بصفر تبقى القوة المغناطية في الحالة دي على الضلع ده بصفر وحسبنا القوة المغناطية على الضلع B C اللي بيبقى عمودي على كسافة الفيض وطبقنا العلاقة F بتساوي B I L ساين سيتا وعوضنا عن الطول ب20 سنتيمتر وعوضنا عن كسافة الفيض ب2 من 10 تسلا وعن الطيار ب4 أمبير وحسبنا القوة وطلعت ب16 من 100 يوتر وقلت المرة اللي فاتت أن الضلع C D أقدر بدلالة معلومية طول الضلع والزاوية اللي بيصنعها مع الفيض هحسب ولكن هنا أنا لا نمدي لك طول الضلع ولم ادي لك الزاوية دي لكن اديتك الزاوية اللي فوق اللي عندي هنا 60 وقلنا تبقى الزاوية بين السلك وبين الفيض هتبقى الزاوية المتممة لها اللي هي هتبقى 90 مقس سيتا اللي هي 30 وبالتالي أقدر لو أنا عارف طول الضلع طبعا أنا ما نش عارف طول الضلع فعملت إيه قلت إن الضلع ده متأثر بقوة مغناطسية F بتساوي B-I-L-C-D ساين الزاوية 90 نقص سيتا يبقى F بتساوي B-I-L-C-D ساين 90 نقص سيتا وبعدين قلت إن 90 نقص سيتا بتساوي ساين 90 نقص سيتا بيساوي كوزاين سيتا يبقى أنا حشيل ساين 90 نقص سيتا واحط كوزاين سيتا كوزاين الزاوية اللي عندي تمام؟ طيب اللي هي الزاوية اللي عندي يبقى إذن F بتساوي B-I-L خلي بالنا L-M-C-D كوزاين مين كوزاين سيتا طيب كوزاين الزاوية قلت إنها بتساوي إيه الكوزاين بتساوي المجاور على الوطر المجاور اللي هو الضلع C-B على الوطر اللي هو C-D عوضت عن دول اللي قلت في النهاية وصلت لإيه إن القوة F بقت بتساوي B في I في L للضلع مين C-B يعني القوة طلعت قد قوة الضلع ده وهكذا الضلع ده وأيا كان ما دام الضلع اللي أنا هتكلم عليه أو الجزء من السلك اللي هتكلم عليه بيصنع مع الضلع العمودي مسلس قائم الزاوية في هذه الحالة هتصبح القوة اللي عندي بتاعة أي ضلع تسوي القوة المؤسرة على الضلع العمودي ونجرب نجرب إن إحنا ناخد حالة نطبق فيها هذا الأمر نشوف كده مع بعض لو أنا عندي سلك قادي A B وهاخد طول كبير جدا وقادي هذا الطول اللي عندي اللي هو B C نفرض إنه طوله 100 سنتيمتر وطول السلك A B 34 سنتيمتر ونفرض إن الطيار المار 5 أمبير وكسافة الفيض بهذا الواضح بـ 2 من 10 تسلا طيب F قوة على الضلع A B بتساوي B فـ I في L فقط لإنه عمودي يبقى هنعود B بـ 2 من 10 فـ I بـ 5 أمبير في L اديت الطول هنا 34 سنتيمتر يبقى في 10 والصناقص 2 متر وهطلع الناتج 2 من 10 في 5 بـ 1 يبقى الناتج اللي عندي هيطلع 4 و 30 من 100 نيوتن B I L طيب نشوف بقى بالنسبة للضلع B C الضلع ده عامل المسلس ومديلك الزاوية هنا نفرض ان مديتك الزاوية هنا 70 درجة تبقى الزاوية اللي هنا كام تبقى 20 درجة طب هل انا لو مش عارف طول الضلع ده اقدر اشتغل اه طيب لو مش مديني طول الضلع اعمل ايه اقدر اجيب طول الضلع اه حساب طول الضلع ال B C لو مش معطاه الضلع ده بالنسبة للمسلس وطر تمام وطر بالنسبة للزاوية مين وطر بالنسبة للمسلس طائم طيب والضلع A B مقابل للزاوية 20 واحنا عارفين ان المقابل على الوطر بيساوي صاين الزاوية ان هي الزاوية اللي هتكلم عليها اللي ده بالنسبة لها مقابل اللي هي 20 درجة يبقى اذا الوطر اللي انا عايزه اللي هو الضلع ده حيساوي الوطر حيساوي المقابل على صاين 20 تمام يبقى الوطر اللي انا عايزه حيساوي المقابل على صاين 20 المقابل على صاين 20 المقابل بكام ب34 من 100 يعني 34 في 10 الصناق الصين 2 على صين 20 لو دخلت كده على الآلة هتطلع برضو صين 20 ب34 من 100 هيطلع في النهاية الطول كام 34 من 100 على 34 من 100 بواحد متر يعني 100 سنتيمتر يبقى انا طلعت الطول اهو حتى لو مش معطى هابدى احسب بقى يبقى اذا اف بتساوي بي اي ال صين 20 بي اي ال للضلع ده في صين الزاوية بينه وبين الفضل بي اي ال اللي مين بي سي صين كام صين الزاوية بينه وبين الفضل اللي هي 20 لو عوضت بدول بي ب2 من 10 في اي 5 امبير في ال اللي هي بواحد متر في صين 20 ب34 من 100 هتساوي كام نضرب دول كده 5 في اتنين من 10 بواحد واحد بواحد في 34 من 100 طلعت في النهاية 34 من 100 نيوتن يعني اسبتلك اللي انا بقول عليه ان في النهاية القوة على اي ضلع مائل يصنع مع العمودي مسلس قائم تصبح القوة تساوي القوة على الضلع العمودي دايما طيب متى اجبر على التعامل مع السلك بطوله وزويته اذا كان السلك اللي انا او الجزء من السلك اللي بكلم عنه لا يصنع مع العمودي مسلس قائم بمعنى انا عندي قادي العمودي اهو قادي جزء من السلك تمام وخدت جزء الحد هنا فقط وعايز القوة المؤسرة عليه هل دا عمل مع دا كله مسلس قائم لا ناقص يبقى هشتغل مع الضلع دا بطوله زي ما هو يبقى اف بتساوي بي اي ال للضلع دا في صين الزاوية اللي عندي يبقى في الحالة دي مضطرة تعامل مع دا بالطول المعطى يبقى لازم اديلك الطول في المسألة لكن في الحالة اللي يبقى اشكال السلك زي ما انا ورتها لك المرة اللي فاتت يبقى القوة على الضلع دا تساوي القوة على الضلع دا تساوي القوة على الضلع دا لانه هيصنع مع البعد العمودي دا مع طول العمودي مسلس قائم الزاوية وهكذا مهما كانت زاوية ميل السلك مهما اختلفت الزاوية تعالوا نشوف بقى جزء في منتهى الاهمية يا ترى السلك اذا وقع في منطقة المجال حيتأثر بقوة مغناطسية وحسبناها وقلنا ان القوة دي بتساوي بي في اي في ال في صين الزاوية انهي زاوية خلي بالك الزاوية عندنا في المنهج مهم جدا ان تتبع عارف الزاوية نقصد بيها ايه الزاوية هنا بين السلك وبين الفض جميل طيب لو كان السلك ده وقع في فض وكان هذا السلك عمودي على الفض يبال ايه بتساوي بي اي قل طيب جميل نفرض ان هذا السلك اتزن مع قوة اخرى او كان متأثرا بقوة اخرى زي ايه انا لو عندي سلك زي القلم دا كده وجيت سبته هيحصل له ايه هيسقط يسقط ليه هيتأثر بالوزن الاسفل طيب يا طرى لو كان المجال بيأثر بقوة عمودية رأسية لاعلى هتبقى ضد الوزن طيب لو كانت مساوية للوزن هيتزن الالم ولا يتحرك جميل طيب ولو كانت القوة المغناطية مع الوزن لأسفل هتبقى القوة الكلية بتساوي قوة المجال زائد الوزن يبقى هنا ممكن ان يتأثر السلك بقوةين في وقت واحد بقوة المجال يمع يضد الوزن يبقى انا هتكلم على تأثر سلك مستقيم بمجال مغناطيسي عمودي وبقوة اخرى كالوزن نشوف كده مع بعض نفرض ان انا عندي سلك بالشكل ده وهذا السلك وقع في مجال مغناطيسي عمودي على الصفحة الى الداخل زي ما انا برسم كده نركز مع بعض والسلك ده بيحمل طيار شدته اي يا ترى القوة المغناطيسية اللي ممكن تأثر على السلك ممكن يكون اتجاهها ايه نطبق ايه نطبق قاعدة فيلمنجل اليد اليسرى اللي اتكلمنا عليه حركة مجال طيار تعالوا نشوف مع بعض يبقى انا هطبق القاعدة ها حركة مجال طيار قوة مجال طيار طيب ادي المجال عمودي على الصفحة للداخل طيب والسلك الطيار بتاعه من اليسار لليمين تبقى القوة الاعلى يبقى ادي القوة هنا FB F مجال يعني لأعلى طيب الوزن اتجاهه الايه طبيعي لأسفل FG في الحالة دي تبقى الF R القوة المحصلة هتساوي الفرق بين الاتنين الكبيرة ناقص الصغير يبقى F الكبيرة ناقص F الصغير ايا كانت الكبيرة طيب نفرض ان كانت قوة المجال اكبر يبقى قوة المجال ناقص الوزن طيب افرض ان كان الوزن اكبر يبقى الوزن ناقص قوة المجال طيب السلك السلك لأعلى طيب اذا كانت قوة الوزن اكبر يبقى في الحالة دي يتحرك السلك لأسفل طيب ماذا يحدث اذا اصبح الوزن مساوي ومضاد لقوة المجال هنا يعني الاتزان في بعض الازهان ان الجسم ساكن لا الاتزان ان الجسم يبقى على حالته نفرض انك اتحالته حركة يفضل متحرك بسرعة منتظمة وفي خط مستقيم يعني الجسم كان طالع لاعلى يفضل طالع لاعلى طيب كان نازل لاسفل يفضل نازل لاسفل كان ساكن يبقى ساكن يبقى هنا الاتزان بالنسبة للجسم لا يعني فقط سكون انما الاتزان ان يبقى الجسم على حالته الحالة اللي عندها تساوت القوتين عندها تساوت القوتين يبقى نفرض ان القوة كانت لاعلى تمام وكانت القوة ها عمالين نزودها كانت اقل فالجسم كان بينزل تمام قعدنا وهو نازل نزود 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 في المجال او نزود في الطيار فالقوة بتزيد لحد ما بقى تقدي الوزن طب هو في اللحظة ما ذات كان نازل يبقى يفضل نازل بس يفضل نازل بسرعة ممتزمة ساب طيب كانت قوة المجال كبيرة وكان الجسم طالع لفوق تحرك وعدت اقل لقل لحد ما بقت قوة المجال قد الوزن يبقى متحرك بسرعة ممتزمة لاعلى يبقى هنا يصبح الجسم متزنا وبالتالي يحتفظ بحالته إما سكون أو حركة وأول ما أقول حركة يبقى لازم أقول بسرعة منتظمة وفي خط مستقيم يبقى الجزئية دي لا تنسى إذا أصبح الجسم متزن تحت تأثير قوتين فإن الجسم يحتفظ بحالته اللي هو عليها وقت ما حصل الاتزان نشوف مع بعض هذه الحالة بالتفصيل الجميل هنا مثال سلك كتلته تمانية جرام يتزن تحت تأثير مجال مغناطيسي عمودي كسفته بي ما قيمة بي واتجاهها حسب الشكل التالي أنا روح تراسم سلك بالشكل ده عندما يمر به طيار خمسة أمبير قادي سلك والسلك ده موصله ببطارية وبي واتزن السلك لا طالع ولا نازل معنى كده انه اصبحت F total او resultant force او القوة المحصلة بتسوي صفر يبقى في الحالة دي القوة المؤسرة مين معلوم ان الوزن لاسفل يبقى قوة المجال لا بد ان تكون لاعلى ما فيش لنا خيار اخر يبقى بتسوي عشر طيب نشوف مع بعض كده ايه اللي جر هقول FB اللي هي بتسوي ايه B I L بتسوي FG اللي هي MG طيب M معلومة وجي معلومة يبقى هنا لابد ان يكون عندي معطيين كاملين مديلك كسفة الفض ومديلك ايه مديلك شدة الطيار يبقى لازم اديلك طول السلك وهنا هحدده على الرسم مثلا 80 سنتيمتر نبدأ نعوض يبقى B بتسوي او B فيه الطيار بخمسة فيه سنتيمتر خلي بالمتر يبقى 8 من 10 هتساوي كتلته ها 8 جرام بـ 8 في 10 او الصنا او الصلاتة فعجلة الجاذبية 10 اصبحت الدنيا بسيط هنا يبقى يبقى اذا ها 4 ب تمام نشوف كده يبقى يبقى بفكرك تاني B I L بتساوي M G يبقى B اللي انا عايزها هتساوي M G على 2 ومجب 1 مجب 3 وسلب 3 رحو مع بعض يبقى هنا بقى الناتج بقت 2 من 10 تسلا ده جزء انا قلت عايز ايه مقدرها واتجاهها طب انا جبت المقدار يبقى فاضل عندي ايه الاتجاه وعشان احسب الاتجاه لازم اطبق قعدة فيلمنج لليد اليسرى تاني قادة طيار من اليسار لليمين متحدد والقوة لازم تبقى لاعلى يبقى لازم المجال المغناطيسي يكون عمودي على الصفحة للداخل يبقى المجال المغناطيسي هنا لابد يبقى انا حددت اتجاه المجال حددت اتجاه المجال وهقول واتجاه المجال عمودي على الصفحة للداخل طيب نجي بقى نقول هنا هل ممكن تكون قوة المجال مع الوزن ممكن وممكن يجيبها في نفس المسألة يقول لي وماذا يحدث وماذا يحدث اذا عكس اتجاه الطيار في الحالة اللي فاتت كان الطيار من اليسار لليمين فكانت القوة F B لأعلى والوزن لأسفل وكانوا ضد بعض طيب هاعكس الطيار نعكس الطيار قوة المجال هتبقى حسب قاعدة فيليمينجا هتبقى الأسفل ومعها مين الوزن الأسفل يبقى بقت F B لأسفل وال F G لأسفل يبقى F total بتساوي F G زائد F B وال الاثنين لأسفل طيب الاثنين قد بعض يبقى هتساوي ضعف في الوزن اتنين في الوزن اللي هو 8 جرام في عشرة الصناقس ثلاثة في عجلة الجاذبية تمام نرجع لكلامنا تاني يبقى هنا ممكن تبقى القوة مع المجال وممكن تبقى القوة الخارجية ضد قوة المجال يبقى لو بقوا ضد بعض يبقى القوة المحصلة الفرق لو بقوا مع بعض يبقى المحصلة المجموع طيب دي حالة من الحالات تعالوا نشوف مع بعض ماذا يحدث اذا قلنا ان انا عندي القوة دي هستغل لها في حساب وزن سلك او وزن ملف او اقدر عن طريق ميزان احسب القوة وبالتالي لو قدرت احسب القوة هاحسب كسافة الفرق تعالوا نشوف مع بعض تطبيق على هذه الفكرة بصورة جميلة اخرى والتطبيق والتطبيقات دي اللي هي افكار المسائل اللي ممكن تواجهنا في الامتحانات تعالوا نشوف جبنا فكرة قلت لو انا عندي قب ميزان قب ميزان في احد الطرفين معلق ملف مستطيل هتدي لك بيانات وفي الكفة وفي الجانب الاخر كفة بالشكل ده ايه وقلنا ان جزء السفلي من الملف واقع فيه منطقة مجال مغناطيسي عمودي على الصفحة الى الداخل بالشكل ده ووجد ان السلك اتزن دون اضافة اسقال او طرح اسقال يعني اتزن شايل نفسه يبقى في الحالة دي بقول الملف متزن طيب اعرف من الملف ايه الوزن لاسفل F G يبقى فيه قوة اداها وضدها شارته يبقى اذا فيه ال F B قوة المجال المغناطيسي اللي بنتكلم عنه لاعلى ملها مساوية ومضاد يبقى F G بتساوي F B طب جميل خالص ايه اللي حصل قال لي وجد انه اذا عكس الطيار بطب عكس الطيار يبقى هنا كان عندي طيار بيمر في الملف وكانت القوة الاعلى جميل يبقى غاصب عننا الطيار اتجاهه في هذا الاتجاه عشان تبقى القوة المغناطيسية ايه لاعلى على الضلع ده لو سميت الاضلاع A B C D طيب ماذا حدث بنقول وجد انه اذا عكس الطيار يلزم اضافة اسقال تعادل 20 جرام في الجهة الاخرى لما عكست اصبحت القوة دي بدل ما كانت ضد الوزن بقت مع الوزن يبقى التقل بقى لتحتي بقى لازم اضيف هنا اسقال الاسقال اللي حطتها كام حطت 20 جرام نقدر من هنا نوجد اوجد كسافة الفض اقدر اوجد كسافة الفض بي اقول له حاضر من خلي بالنا كده ان mg اسقال بقت بتساوي ايه بتساوي القوة المحصلة في الحالة الجديدة يعني بتساوي 2 f b لان الاول كانت الف b اد ايه الف g اد بعض لما عكست بقوا الاتنين مع بعض بقت الاف المحصلة بتساوي اتنين من اي واحدة منهم يعني اتنين f b يبقى هنا الاوزان اللي ضفتها خلي بالك الوزنة دي الاوزان اللي حططها هنا مش وزنة الملف وزنة الملف قد قوة المجال ولما كانوا في البداية كانوا ضد بعض فكان متزن طب عكست الطيار بقى الوزن مع قوة المجال فبقوا القوتين لاسفل الاتنين قد بعض يبقى بقت القوة المحصلة لاسفل ضعف اي واحدة فيهم يبقى بتساوي ضعف ال f b يبقى هنا اقدر اعوض واقدر اقول الاسقال دي وزنها معلوم ال f b يبقى هنا بقى الوزن معلوم تمام الطيار هيدهوني معلوم طول السلك هيديني ابعاد الملف يقول طول وكذا وعرض وكذا يبقى ايه معلومة يبقى هقدر اجيب كسافة الفيض وقول الفيض كان في البداية عمودي على الصفحة الداخل زي ما انت قول جبت كسافت وكذا يبقى هنا الفكرة دي ولا تلخبط اي حد يبقى اتحلت مشكلة ايه مشكلة ان احنا يبقى عندنا قوة تأثير المجال على السلك مع او ضد وزن السلك تعالوا نشوف بقى مع بعض ماذا يحدث اذا وضعت سلكين متوازين يبقى انا دلوقتي هبدأ تطبيق جديد على القوة المغنصية ايه التطبيق ان انا هشتغل على سلكين متوازين طب في مجال خارجي لا ما فيش طب او ما هحصل ايه او ما اقول لك خلي بالك مش كل سلك من السلكين دول لو يحمل طيار حينشأ عنه مجال مغناطيسي حينشأ عنه مجال مغناطيسي جميل طيب لو كان السلكان متوازين كان السلكان متوازين وفي مستوى واحد كل واحد منهم هينشأ عنه مجال مغناطيسي عمودي على السلك نفسه يبقى عمودي على الاخر يبقى السلك الاخر بقى واقع في مجال مغناطيسي عمودي فيتأثر بقوة طيب والسلك التاني لما يمر فيه طيار مش هينشأ عنه مجال مغناطيسي اه هيبقى عمودي على السلك وبالتالي يبقى يؤثر على السلك الاول يبقى كل من السلكين هيأثر على الاخر بقوة فهنقول على القوة المغناطيدي القوة المتبادلة بين السلكين القوة المتبادلة بين السلكين هزي القوة المتبادلة محتاجين نحدد بقى مقدرها واتجاهها باكتر من طريقة دعالوا نشوف مع بعض يبقى انا هتكلم على القوة المغناطيسية المتبادلة بين سلكين متوازين نشوف مع بعض تفسير القوة دي ومحتاجة مننا تركيز حابة صغيرين اول نشوف كده القوة المتبادلة بين سلكين متوازين يحملان طيار كهرباء اول حاجة محتاجة من القوة هنا تحديد او تفسير نوع القوة هل هي تجاذب ام تنفر يبقى هحدد وفصر جات منين نركز بقى مع بعض واحدة واحدة هنا تحديد دي هقدر احددها بطريقتين هقدر احددها بطريقتين ازاي خدنا كسفت الفضل نتجه عن مور طهار في سلك مستقيم في البداية وقلت لو عندي سلكين متوازين بيمر فيهم طيار فهينشع عن كل سلك مجال وقلت ان المجالين بالخارج زي اتجاه الطائر في السلكين اذا كانت اتجاه الطائر في السلكين مع بعض يبقى المجالين بالخارج مع بعض وبالدخل ضد يبقى برا المجموع وجوه الفرق ولو كانوا طائرين متضضين هيبقوا المجالين بالخارج متضضين وبالدخل مع بعض هستغل دي دلوقتي وهوضح ماذا يحدث وايه اللي هيخلي القوة اللي عندي تبقى تنافر مرة او تجاذب مرة اخرى امتى تنافر وامتى تجاذب نفكر بقى فيدي مع بعض واحدة واحدة هنفرض ان انا عندي سلكين بالشكل ده ادي سلك عمودي على الصفحة والطيار للداخل او للخارج وادي سلك اخر متعمدين بالشكل اللي عندي ده طيب يا ترى السلكين دول لما يمر فيهم طيار هيحصل ايه هينشأ عن كل سلك منهم مجال مغناطيسي طب تعالوا نشوف مع بعض المجال المغناطيسي ده هيبقى شكله ايه ويا ترى هيحدث تنافر ولا تجاذب امتى تنافر وامتى تجاذب هناخد ديه ببساطة خالص يبقى انا حاطت سلكين عموديين على الصفحة هيبقى نولي ايه زي ما قلت مقطع دا ايه طيب نشوف كده مع بعض ادي السلك الاول ولنفرض ان الطيار فيه عمودي للداخل وسلك اخر جنبه زيه برضو والطيار عمودي للداخل طيب ايه بعدين هعمل ايه هنطبق لتحديد المجال قاعدة اليد اليمنى لانبير ادي الطيار يبقى المجال هنا بيلف مع ايديا كده يبقى ادي خطوط المجال دواير حوالين السلك طيب جميل والدواير دي هتكبر كده ونخلي بالنا واتجاهها حسب قاعدة اليد اليمنى لانبير ادي المجال اهو من الطيار عمودي للداخل طيب تعالوا نشوف السلك التاني نفس الكلام هنكتشف حاجة جميلة اهو دلوقتي نشوف كده مع بعض قادي المجال وفقا لقاعدة اليد اليمنى لانبير اهو نشوف كده هلاقي المجالين بالداخل بقى ضد بعض يعني المحصلة الفرق المحصلة الفرق الله يعني مجال ضعيف فإيه اللي هيحصل هلاقي خطوط الفض بتقل بالداخل وبتزيد بالخارج فهلاقي خطوط المجال هتاخد الاشكال التالية نبص كده مع بعض المجال ده هياخد الشكل ده نشوف كده كمان اهو الله ده طلع لنا حاجة غريبة قوي ليه ده كله لان خطوط الفض هنا بره على الجنبين سواء اللي نتجة من السلك الاول او نتجة من السلك التاني ما لهم مع بعض ولا ضد بعض تعالوا نشوف كده نفرض ان انا هاخد الخطوط اللي جاية من هنا وديها لون احمر هتروح تبقى معه اللي الناحية دي معاه اهو ودي كذلك اهو واللي جاي من هنا نفس الكلام يبقى هلاق الفض متزاحم برا وضعيف جوه فيتجه السلكان نحو الرواءان اي نحو المكان الاقل تزاحم في الفض اي يتجازبان يبقى حدث تجازب تجازب ليه اتجه السلكين نحو المكان او المجال الضعيف يبقى هنا بهذا الشكل حتى لو جيت قلت السلكين رسمتهم متوازين بالشكل ده ادي سلك و ادي سلك واتجاه الطيار في الاتنين واحد هيبقى المجال هنا هذا السلك مجاله هنا عمودي للداخل وهنا للخارج السلك الاخر مجاله هنا عمودي للداخل وهنا للخارج معنى كده ايه معنى كده ان المجالين بالداخل متضضين يبقى مجال ضعيف وبره المجال ده بتاع السلك لسه ده هيجي هنا يبقى كده والمجال بتاع السلك الاحمر هيجي هنا يبقى معاه يبقى بقى المجالين بره مجموع وجوه الفرق يبقى مجال ضعيف يبقى السلكين هيحدث بينهم تجاذب واتضح يبقى انا فسرت حدوث التجاذب عن طريق اتجاهات خطوط المجال وماذا يحدث وامتى يبقى فيه بينهم تنافر خطوط الفرق قوي بره وتنافر بين خطوط الفرق ضعيف فيتجه السلكين للداخل يبقى هنا انا حددت ها ان حدث تجاذب لما كان اتجاه الطيار واحد يبقى طلعنا بالنتيجة ها تجاذب امتى عندما اتجاه الطيار او الطيارين واحد طيب نجرب بقى كده لو كانوا الطيارين متضدين اهو ادي سلك تمام و ادي سلك اخر والاتنين متعمدين على الصفحة ده للداخل و ده للخارج تعالوا نطبق قاعدة اليد اليوم للامبير ونشوف هيحصل ايه كل سلك هطلع له مجال في شكل دواير متحدة المركز مركزها السلك ادي دواير اهي مهم جدا الوضع الجديد ده نشوف مع بعض كده التاني نجرب مع بعض هنا قاعدة امبير لليد اليومنا الطيار للداخل يبقى المجال بيلف معنا اهو جميل طيب والناحية التانية اطار للخارج يبقى دي القاعدة يبقى الطيار هيلف كده الله هلاحظ ايه ان المجالين مع بعض بقى جوة مع بعض يبقى معنا كده المجال ده هيزيد كده وهنا اهو والانحناء يقل الحد ما يبقى خط مستقيم بالشكل ده وهنا هيضعف يبقى هنا مجال ضعيف ليه لان المجال ده لما يجي ان حدي يبقى ضد ده وده لما يجي ان حدي يبقى ضد ده يبقى المجال بالداخل مجال كسيف وهنا مجال ضعيف وهنا مجال ضعيف فماذا حدث اتجه السلكان نحو الخارج يبقى هنا هتبقى في قوة وهنا قوة يبقى يحدث ايه تنافر ليه هيتجه السلكان نحو المكان الاقل تزاحهم في الفض اي للجانبين للخارج اي يحدث تنافر يبقى تنافر عندما اتطياران ما لهم متضادين يبقى انا هنا حددت ايه حددت الاتجهات بتاعت القوة عن طريق ايه خطوط الفض يبقى ننظر نظرة الى هذا الكلام الجميل يبقى اذا حددت ان هياحدث تجازب بين السلكان اذا كان اتجاه الطيار واحد وهياحدث تنافر اذا كان الطيارين متضادين ولكن انا فسرت هنا عن طريق ايه اتجاهات خطوط الفض ونتيجة ان خطوط الفض بينها تنافر يبقى لما تكون فيه عند منطقة كسفت الفض فيها كبيرة جدا حيبقى فيها تنافر شديد جدا والمناطق كسفت الفض الضعيفة حيبقى التنافر ضعيف يتجه السلكان نحو المكان الاقل تزاحهم في الفض فاذا كان اتجاه الطيار واحد حيبقى تزاحهم في الفض ضعيف للداخل فيتجهن للداخل يبقى احدث تنافر اذا كان الطيار متضاد حيبقى التزاحهم شديد جدا بالداخل وضعيف بالخارج فيتجهن حيبقى ضعيف اي لخارج اي حدث تنافر يبقى اننا لحد الوقت ما اتكلمش على مقادير انا بتكلم على اتجاهات طب هل نقدر نحدد الاتجاهات بطريقة اخرى ايوة بقاعدة فيلمنج لليد اليسرى نشوف مع بعض نشوف مع بعض يبقى انا هنا معك هول بحدد باكتر من طريقة نشوف هنا الطياران في اتجاه واحد هيحصل ايه الطياران متضاد هيحصلين احنا عرفنا اللي حصل عن طريق خطوط الفوت تعالى نشوف بقى لو انا عندي سلكين متوازين اهم هاخد سلك بالشكل ده اهم وهطبق القاعدة ببساطة خالص اهم ادي سلك اول و ادي سلك تاني و هاخد الوان مختلفة عشان نبقى مركزين معا اهم نفرض ان اتجاه الطيارين واحد ادي ادي اي وان و ادي اي تو طب بالراحة كده مش كل سلك هيمر فيه طيار هينشئ عنه مجال مغناطيس زي ما شفنا في اللي فات ايو يبقى السلك الاول اكس اللي طياره اي وان هيعمل فيض وحسب قاعدة اليد اليومنا لامبير اتجاه خطوط الفض هتبقى ايه هتبقى هنا ادي الطيار يبقى المجال برا هنا للخارج ويلف ويبقى هنا للداخل يبقى اذا السلك اكس هيعمل هنا مجال هسميه بي وان اللي ناتج عن السلك الاول ومؤسر عند السلك التاني واتجاهه عمودي للداخل عمودي للداخل جميل اذا اصبح السلك واي واقع في فيض مغناطيسي عمودي فيتأثر بقوة ف اللي هي بي اي ال طيب اتجاهه هنحسبه ازاي بقاعدة فيليمينج لليد اليسر حركة مجال طيار طيب نشوف مع بعض انا دلوقتي عارف ان هنا المجال عمودي للداخل واد الطيار تبقى القوة فين نطاب قوة مجال طيار قد المجال واد الطيار تبقى القوة فين تبقى القوة لاعلى يبقى دي اف هنا انهي اف القوة قوة مين تأثير الاول على التاني يبقى اف ون من السلك الاول والمؤسرة على مين على السلك يبقى السلك وي هيتأثر بقوة تجاذب من نحو السلك اكس طيب والسلك وي ده قاعد ساكت لا ده بيمر في طيار هيولد مجال مغناطيسي طب تعالوا نشوف المجال اللي هيعمله السلك الاحمر ده اتجاهه ايه عند السلك التاني يلا معايا قادي الطيار يبقى هنا هيعمل المجال في هذه المنطقة كلها عمودي للخارج عمودي الايه للخارج كده هو هنسميه ايه بي تو بي تو مين اللي عملها السلك وي اذا اصبح السلك يحمل طيار وواقع في مجال عمودي للخارج فيتأثر بقوة تجاهها الفين تعالوا نطبق القاعدة قادي الطيار وقادي المجال تبقى القوة عمودية على الاتنين واتجاهها الفين لأسفل ها ادي المجال ادي ايه هو بس كده ادي المجال عمودي للخارج واضي الطيار تبقى القوة ناحيتي انا يبقى ادي قوة ها رمال طب الاحمر ليه اف مين الفتوق القوة اللي بيأثر بها التاني على الاول يبقى انا فسرت اتجاه القوة بقاعدة مين بقاعدة فيلمنج لليد اليسرى يبقى لحد الوقت انا بتكلم على ايه بتكلم على الاتجاهات لم اتحدث عن المقدار لسه يبقى كل من السلكين يؤثر على الاخر بقوة والقوتين ما لهم في اتجاه نحو الداخل اي السلكين بيقربوا يبقى انا حددت التجاذب يبقى يحدث ايه تجاذب طيب تعالوا نشوف بقى لو كان السلكين طيارهم متضبط ادي سلك اسود اهو تاني نعيده هو 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 ودي طياره ما غيرتش في حاجة طياره ايوان وقادي سلك اخر اهو ماله طياره مضاد يبقى ادي السلك واي وقادي السلك اكس نشوف بقى ماذا سيحدث هرجع زي اللي فات السلك ده بيمر في طيار من اليسار لليمين هينشأ عنه مجال المجال بتاعه اتجاهه ايه عند السلك الاخر او ما اقول له حاضر ادي القعدة ايه ايه ها ادي الطيار يبقى المجال كده يبقى هنا للخارج وبقيت الجانب في الصفحة للداخل يبقى يجي عند ده ويعمل مجال للداخل اهو يبقى ده المجال بي وان بي وان ده عمودي للداخل على سلك يحمل طيار كهرابي اي تو اتجاهه من اليمين لليسار نطبق القعدة حركة مجال طيار حركة مجال طيار طب نخلي بالنا بقى معايا المجال عمودي للداخل اهو والطيار ايه نحن يبقى القوة لأسفل قوة في نفس مستوى الصفحة لأسفل يبقى تنشأ قوة اف وان التي يؤثر بها على السلك واي جميل طب واي ده هيعمل مجال عند السلك الاولاني اتجاهه فين تعالوا نشوف مع بعض ادي الطيار هيعمل المجال هنا المجال ده اتجاهه فين ادي الطيار يبقى المجال هنا عمودي للداخل يبقى المجال اللي ناتج عن السلك واي عمودي للداخل اذا اصبح السلك ده عامل مجال حسميه بي تو بي تو مؤسرة على السلك مين اكس عمودي الايه للداخل طب نحدد القوة بقى تبقى فين تعالوا نطب ها حركة مجال طيار المجال عمودي للداخل وقادي الطيار تبقى القوة لاعلى يبقى ادي القوة اهيه تعالوا نشوف كده مع بعض يبقى دي القوة قوة ايه القوة اللي ناتجة من السلك واي والمؤسرة على السلك اكس يبقى هسمي دي اف تو المؤسرة على اكس الله دي اللي بعيدة ايه ودي اللي بعيدة يبقى بيبعد ويبقى حدثة ايه تنافر يبقى انا فسرت القوة اتجاهها بكم طريقة بطريقتين لم نخرج عن منهجنا الجميل الاولانية باتجاهات المجال ونتيجة التزاحم في خطوط الفيض وان خطوط الفيض بينها تنافر فاذا كانت التزاحم في مكان ما شديد يبقى التنافر بين خطوط الفيض شديد تزاحم ضعيف تنافر ضعيف السلكان يتجهان نحو الرواءان نحو المكان الاقل تزاحم في الفيض فاذا كانت تزاحم بالداخل يتنافرا تزاحم بالخارج يتجازبان طيب لما جيت خط الطريقة التانية اللي هي تطبيق قعدة فيليمينج لليد اليسر حددت المجال اللي بينتجه كل سلك عند موضع السلك الاخر وطبقت القعدة على السلك الاخر وحددت اتجاه القوة طيب جيت على السلك الايه الثاني وحددت مجاله عند السلك الاول واصبح السلك الاول وقع في مجال عمودي ووفقا لقعدة فيليمينج القوة تبقى فين حددت اتجاهات القوة واصبح واضح قدامي ونظرة بعنيك هتحس كأنك انت راسم بأيديك بص معايا كده يبقى هنا لما كان اتجاه الطيار واحد القوتين اتجاههم ايه كل قوة نحو السلك الاخر تجازب لما كان اتجاه الطيار متضاد اصبحت القوتين تنفى بقي عندي كيف نحسب مقدار القوة كيف نحسب مقدار القوة ويا ترى بقى هنا هل القوة اللي بيأثر بها السلك الاول على التاني تساوي القوة اللي بيأثر بها التاني على الاول ولا تختلف وبنجيب لك فيدي اسئلة بسيطة كاختيارات نقول لك واحد طياره عشر امبير والتاني اربعين امبير يا ترى هل قوة تأثير الاول على التاني قد التاني على الاول يقوم الطالب يحتار الله ده فيه اختلاف في الطيار اقوم اقول لك القوة هنا سميناها قوة متبادلة قوة ايه متبادلة يعني ايه يعني قوة الاول على التاني هي نفسها مقدارا قوة التاني على الاول طبعا نخلي القوانين تتكلم والارقام تتكلم تعال نشوف كده وبص معايا يا معلم يبقى هنا حساب مقدار القوة المغناطسية المتبادلة بين سلكين ما لهم متوازيين واي خطين متوازين بيجمع بينهم مستوى واحد طب هنعمل ايه هنحسبها ازاي نفرض ان انا عندي سلك اكس وسلك واي وبينهم مسافة دي وده بيحمل طيار هسميه اي وان والتاني بيحمل طيار اي تو نشوف كده مع بعض ببساطة كده يا ترى السلك الاول حيمر في طيار وما يطلعش فضه اللي هينشأ عنه فض هينشأ عنه فض حواليه في شكل دواير كل ما بعض قيمة كسافة الفتقل طب تعالوا نشوف السلك الاول ده لما يمر في طيار حينشأ عنه فض في شكل دواير زي ما احنا اتفقنا تجاهى وفقا لقاعدة اليد اليوم لالامبير وبنقول هنا للداخل وهنا للخارج يبقى ازا هيأثر هنا ها فض ناتج عن السلك الاول عمودي على السلك التاني كسافة فضه هي بتاع اتنين عملها مين السلك الاول هسميها بي وان يبقى مرور قيار اي وان في السلك اكس ينتج فيض كسافته بي وان على بعد دي يعني فين عند موضع السلك الاخر عند موضع السلك وي بي وان بي كام خدناه بي بتسويم يو على تو باي في اي على دي الاي هنا اسمها ايه اي وان هسمي المعادلة دي رقم واحد طيب الله اذا اصبح السلك واي سلكا مستقيما واقعا في فض مغناطيسي عمودي فيتأثر بقوة الله يبقى السلك واي اصباح اصباح واقعا في مجال عمودي كسافته بي وان طيب سلك وقع في مجال عمودي يتأثر بقوة ولا ما يتأثرش يتأثر بقوة قد ايه 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 بي اي ال فيتأثر بقوة عمودية ايه طب ايه بتتحسب ازاي احنا ليه ساوخ دين ها ايه ايه بتساوي بي فاي فقل طب نركز بقى واحدة واحدة عايز هنا نوضح الامور بي ايه ايه اللي ايه اقول بي المؤسرة عالسلك التاني اللي عملها السلك الاول اللي هي بي وان جميل طيب اي مين اي السلك المتأثر اللي هو اي تو اهو اللي بقى نقف عندها قبل ما نحل ايه قالك اللي هنا انهي قالك خلي بقولك بص كده لو انا عند السلكين كده السلك ده عن المجال حواليه في المناطق دي كلها جميل لحد كده طب هل الجزء ده من السلك التاني متأثر بمجال لا يبقى الجزء اللي هيتأثر اللقصاده على طول المواجه له على طول طيب لو في جزء من السلك ده اطول شوية هيتأثر لا يبقى يبقى اذا الجزء اللي هيتأثر الجزء المواجه فبسمي الطول ده الطول المتقابل بين السلكين وسمي العلاقة دي رقم اثنين كده اصبحت الامور بسيطة ولك الخيار عند الحل في الاختبار ايه اما ان انت تحسب للبيوان بالعلاقة الاولى بقت معلومة ثم تعوض بيها في حساب القوة انا عندي طيار السلك التاني عندي الطول المتقابل عندي البيوان هعوض بيها وحل جميل طب احنا عايزين نطلع لنا علاقة ونحل المسألة من خطوة واحدة نلعب بالمعادلتين تعالوا هيا بنا نلعب بالمعادلتين بص معايا بقى كده يبقى هنا بي ون اللي تكلمنا عليها بتساوي ميو على تو باي فاي ون على دي دي المعادلة رقم واحد والقوة قلنا اف بتساوي بي ون النتيجة من الاول في آي تو في المتقابل دي المعادلة رقم اتنين هقول له من واحد واتنين هعود يبقى اف بتساوي ادي بي ون شايله احط مكانها الاوتوبيس ده وادل آي تو وادل ال بي ون بكام لسه كان بينه ها ميو على تو باي في آي ون على دي هنزبط هزي العلاقة وتطلع المسألة في منتهى المزاج يبقى اذا اف بقت بتساوي ميو على تو باي هسيبها زي ما هي في آي ون في آي تو في إل كل دول فوق على دي خلصت وهو ده القانون اللي انا هحل به يبقى انا عندي دلوقتي في المسائل خيارين اما ان انا اجيب كسافة الفضل لانتجها السلك الاول على بعد عند موضع السلك التاني ثم اعوض بهذه الكسافة رقميا في حساب القوة F بتساوي بي I L طب فين ساين سيت قلنا المجال عمودي لان السلكين متوازيين السلك كل سلك بيعمل فضل عمودي على نفسه ويبقى عمودي كمان على التاني يبقى اذا التاني وقع في فضل عمودي وعوض بها واحل او ان انا استنتج هذه المعادلة طيب المعادلة دي نشغل عليها بالشكل ده حالة خاص اذا كان الوسط هواء فاكرين لما كان الوسط هواء وعوضنا في السلك المستقيم كان المقدار ده كله بكام كان باتنين فا عشرة الصناق السبعة يبقى اف في الحالة دي هتساوي اتنين فا عشرة الصناق السبعة اي وان اي تو في ال على دي سؤال مكار هل يختلف المقدار من قوة تأثير الاول على التاني ولا التاني على الاول تعال نشوف كده هلاقي ايه لو انا اشتغلت بقوة تأثير الاول على التاني هطلع بالعلاقة دي طيب لو جيت اشتغلت من التاني على الاول هقول ايه التاني السلك الاخر السلك الثاني يسبب مجال كسفته بي تو واحسبه بي تو بتساوي ايه ها ميو على تو باي ها فا اي تو على دي طيب السلك الاول هيتأثر بهذا المجال بقوة بتساوي بي تو فا اي وان في ال اعود بطول تطلع ايه تطلع الاف بتساوي ها بي تو هشيل لو حط المكان ميو على تو باي فا اي ها تو على دي مضروبه في اي وان في ال عود تساوي ميو على تو باي فا اي خلي بالك فا اي في ال اي فا اي في ال اي تو في اي وان هي اي وان فا اي تو على دي طلعت نفس العلاقة يبقى القوة اللي هيأثر بها الاول عالتاني هي نفس مقدار القوة اللي هيأثر بها التاني عالاول مهما اختلفت شدة الطيار قوة متبدلة قوة متبدلة يبقى انا قدرت احسب مقدار القوة قدرت احسب مقدار القوة اذا ما بقتش فيها ادنى مشكلة يبقى القوة اللي بيأثر بها السلك الاول على التاني هي نفسها القوة اللي بيأثر بها السلك التاني على الاول طب تعالوا نشوفوا مع بعض بقى تطبيقات جميلة في هذا المصر يبقى القوة هنا اتفقنا ان نفس القوة اللي بيأثر بها السلك ابو طيار كبير على ابو طيار صغير او طيار صغير على طيار كبير ما فيش اي اختلاف زي ما نيجي اتنين بيشدوا حبل قصد بعض جميل القوة المؤسرة على الحبل او القوة اللي في الحبل هي القوة اللي بتأثر على ده وهي القوة اللي بتأثر على ده من يتحمل بقى اللي يتحمل يكمل واللي ما يتحملش ما يكملش لكن القوة المؤسرة وحدة طيب هنا جزء مكار يا ترى لو أنا بقى عندي ثلاث أسلاك أو أربع أسلاك إيه ده ثلاث أسلاك أربع أسلاك ده أنت كده الدنيا هتبقى زحماء هتبقى فيها لخبطة خالص آبت تعالوا نشوف كده إذا أصبح لدينا ثلاثة أسلاك متوازية ممكن نطلب فيها إيه في الامتحانات نشوف مع بعض نشوف مع بعض يبقى توازي ثلاث أو ثلاثة أسلاك تحمل طيار كهربي نشوف مع بعض كده واحدة واحدة ثلاث أسلاك أنت نوت إيه تخلي الدنيا زحمة نشوف مع بعض كده نشوف مع بعض يدي سلك ويدي سلك ويدي سلك والألوان بتتكلم لو أنا عندي السلك الأول إكس السلك الثاني ويي السلك الثالث زد وبتحمل طيارات نفرض إن ده اتجاهه بالشكل ده وهسميه آي ثلاثة ثلاثة والسلك الأول إكس نفرض إن طياره آي وان والسلك الأخضر الجميل ده طياره آي طو إيه اللي ممكن يطلب مننا هنا نشوف مع بعض لما يجيب لي سلاسة أسلاك متوازية هيطلب مني حساب مقدار القوة على سلك من التلاتة يطلب ما يشاء اللي على اليمين اللي على اليسار اللي بينهم هو حر ما فيهاش مشكلة ما فيهاش مشكلة طب هنعمل إيه هنحلها إزاي أدي المسافة دي هسميها دي ون ودي المسافة دي هسميها دي تو وهسمي المسافة دي دي تلاتة عملت كده ليه هشوف نفرض إننا عايز أحسب أحسب القوة المؤسرة على المتر الواحد من السلك الأوسط مثلا نشوف هنعمل إيه بص بق معايا كده واحدة واحدة عندي طريقتين للحل طريقتين مش طريقة واحدة طريقتين وهخلي الطريقتين أبسط من بعض مش هتجد إشكال نشوف كده إيه الكلام اللي هنا هيتقال هقول السلكين اكس وواي ما لهم يحملان طيارا في اتجاه واحد وبعدين هيحصل إيه أهم أقولوا بالراحة كده هينشأ بينهم تجازب يبقى السلك وواي هيتأثر بقوة هسميها اف اكس تجاه مين تجاه السلك اكس تجازب نفس الكلام السلك وواي بين وبين زد قوة طيب قوة نوعها إيه الله ده اتجاه تار متضطب القوة إيه تنافر يعني إيه يعني أرفان من زد يعني رايح ناحية اكس هسمي دي اف ايه زد الله ده القوتين بقول اتنين نحو اكس يبقى هقول له القوة المحصلة على السلك واي هتساوي اف اكس زائد اف واي واعوض على كل واحدة منهم كل واحدة أحسبها بإيه بالعلاقة اللي احنا تعودنا عليها إيه هي لسه طالعين بيها ها اف اكس بتساوي ميو على تو باي فاي فاي فال على دي مش لسه أيلين عليها ونحدد الطيارات هي قوة بين مين ومين اكس وواي يبقى طيارين هم مين واحد واثنين يبقى اي وان اي تو فال الطول اللي بيتكلم عنه على دي انهي دي دي وان يبقى دي القوة اف اكس واحسب الاف اكس بكم مقدارا يبقى دي اف اكس طيب تعال نشوف الاف واي ها بين مين ومين بين واي وزد بين ابو اي تو وبو اي تلات والمسافة بينهم دي تو في مشاكل يلا يبقى القوة بين سلكين ها ميو على تو باي في اي في اي في ال على دي بس اخلي بالي من الايات ها الطيار السلك واي طياره اسمه ايه اي تو السلك زد طياره ايه اي تلات الال الطول اللي اتكلم عنه عايز على متر واحد من السلك الاوسط واحسب القوة واجمع القوتين وقل له اصبح السلك واي متأسر بقوة تساوي ناتج المجموعة وقل له مقدارها كام حسبت دي وحسبت دي وجمعت واتجاهها نحو السلك اكس تمام يبقى هنا القوة بقت ايه القوة بقت مع مين بقت نحو مين بقت نحو السلك اكس طيب دي طريقة وجميلة جدا 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 طيب هل اقدر احسب القوة دي بطريقة اخرى اقول له اه ازاي هقول له انا هاعتبر السلك واي واقع في مجال ناتج عن كل من اكس وزنت اقول له استنى بقى اكس عمل فت كسفته ايه واسميه واحسب البي اكس النتج عن السلك مين اللي هي السلك اكس بتساوي ايه ميو على تو باي فا اي وان على دي وان واحسب واحدد اتجاه الطيار اللي اعلى يبقى الفض عند واي عمودي على الصفحة للخارج طيب واجه اقول له ايضا ده نتج عن السلك زد مجال عند مين عند واي ماله احسبه يبقى البي واي بتساوي ها ميو على تو باي فاي بتاعة السلك واي اللي هي اي كم اي ثلاث على دي ان هي دي دي تو واقول له اتجاهها فين اقول له اطبق قعدة امبر لليد اليوم هنا للداخل يبقى هنا للخارج عمودي على الصفحة للخارج كل ده بيأثر عند السلك واي دي مين بي زد اللي احنا اتكلمنا عليه بقى انا جبت يبقى انا جبت دلوقتي البي اللي عملها السلك اكس والبي اللي عملها السلك زد والقيت لتنين عمودي على الصفحة للخارج يبقى اذا البي توتل هتساوي واجيب البيهتين بي اكس زائد بي زد وما لها عمودي للخارج اقول له اذا اصبح السلك واي واقع في فضع عرفت قمته عمودي على الصفحة للخارج اذا يتأثر بقوة اكس بقى السلك واي هيتأثر بقوة ها حسب قعدة فيلمينجل اليد اليوسر اه دي ادي معاي اه المجال عمودي على الصفحة للخارج بص معايا كده عمودي على الصفحة للخارج جميل والطيار ها من اسفل لاعلى والصفحة اه يبقى القوة الناحية دي يعني بص على الورقة هيبقى القوة نحية مين نحية اكس اهو يبقى انا دلوقت السلك واي بقى متأثر بمجالة عمودي على الصفحة للخارج والطيار من اسفل لاعلى تبقى القوة حسب قعدة فيلمينج نحو السلك اكس يتأثر بقوة نحو اكس واحسبها مرة واحدة يبقى القوة هتساوي ايه هتساوي ها بي توتل اللي انا جبتها فاي بتاعت مين اي تو بتاعت السلك المتأثر واي في اللي بتاعت مين بتاعت واي واحسبها من مرة واحدة اذا اتحسبت القوة وبقت زي الفل الله كل دي تطبيقات على مين على القوة المغناطسية الله طب سلك واحد واقع في مجال حسبنا اين كان اين كان السلك وبيلعب في المجال متأثر بقوة اخرى نحسب نشوف مع بعض ولا ضد بعض طب بقوا سلكين ايه صرفنا بقوا تلاتة ايه صرفنا بقوا اربعة لا بقى دا احنا كده هن ايه العملية هتبحبح شوية واحنا بناخد اللي اربع اسلك هسمع الاتصالات لو فيه اي حد ليه في اللي احنا فيه دا اي استفسار وحنا اتفقنا ان احنا هن ايه خلي اتصالاتنا مع نفس موضوعاتنا نشوف مع بعض كده اربع اسلك توازي اربع اسلك واحد يقول لي دي دي ندرة قوي اقول له ندرة واحنا ما عندناش حاجة صعبة بحيس لو جات لك فكرة طب هتيجي ايه اقوم يقول لك لو حطنا لك اربع اسلك احنا هنالتزم بالاتي لن نخرج عن ذلك ايه ادي الاربع اسلك ادي سلك وادي سلك متوازيه فاضل عندي ايه فاضل عندي سلكين كمان يلا هنعمل الاتي خلي بالك بقى معايا ادي سلك بقى ده كده العملية هاصط وماله ما القيود في هذا الجزء الغير محدود ايه القيود ان انا هدي لك الطيارات كلها في اتجاه واحد يبا اذا جيبنا اربعة ده احنا هنخليها لك اسهل من اللي فات اجباري عند ال ايه اجباري اهو الطيارات في اتجاه واحد والطيارات اي 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 ايه في حاجة اي الطيارات قد بعض ايش الطيارة والمسافات كمان دي 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 كلها حلوة اوي ايه هنقولك ركز بقى معايا ونسمي الاسلاك اللي عندي اكس و ز ام مثلا نقولك ايه اوجد القوة المؤسرة على كل من السلكين اللي جوه و و ز ده انت هتجد امر غريب قوي طب بدل ما اقوله وحرقها كده تعال نخلي الرسم يكلم تعال نخلي الرسم يكلم وانت بمذاك تتعلم نشوف مع بعض السلك واي ماله واقع بين السلك اكس والسلك زد والاتنين اتجاه طيارهم معاه يعني تجازب مع ده وتجازب مع ده والطيارين اد بعض والمسافتين اد بعض يبقى الاف تين دول اد بعض هاي خلصوا على بعض بالسلامة يبقى اذا السلكين اللي على الجنبين لو وي خلصوا على بعض وكأنهم غير موجودين واصبحت القوة بينه وبين ام يلا بينا نحسب بين وبين ام المسافة كام تو تو دي يبقى هاحسب اف ها بين مين ومن بين واي وام هتساوي ايه ميو على اتنين باي في اي فاي في المسافة اللي هيتكلم عنها يقول للمتر الواحد او المترين زي ما يقول على المسافة كام تو دي واتجاهها مين واي ده متأسر مين نحو رايحنا حيت ام نحو اليسار تعالا نشوف يلا احنا خلصنا من ايه من واي تعالا نلعب مع زد زد ايه اللي انت جاي تقول عليه تعالا نشوف زد واقع بين سلكين على الجنبين على مسافتين متساويتين وطيارهم قد بعد ده هيأسر وده هيأسر والسلك مش هيتأسر تعالا نشوف السلك زد ده هيتأسر بقوة النحيا دي وبقوة كمان النحيا دي والقوتين متساويتين ومتضدتين وعلى خط واحد الله هيخلصوا على بعد يبقى دي الاف اللي بيأسر بيها واي ودي الاف اللي بيأسر بيها ام بقى ما بقاش فيهم اي مقدر مهم هيخلصوا على بعد الله وكأن السلك زد ما عندوش حد يأسر عليه غير اكس شوفت يلا نلعب هتطلع بص كده يبقى اف بقى اللي عندي اللي هي بين مين ومين بين زد واكس ما فيش غيرها هتساوي يلا بينا هتساوي قوة بين سلكين متوازين ها ميو على تو باي ها فاي الاول اي فاي التاني باي في ال على المسافة كم تو تو دي اتنين دي طب بص كده ده القوة اللي فوق قد القوة اللي تحت تعالى نشوف كده بقت ميو على اتنين باي فاي تربيع في ال اللي بنتكلم عنها على دي ولو ال بواحد يبقى انا هشيلها كمان شوفت الدنيا بقت سهل تعالى نلعب هنا هلقى نفس الكل باي فاي تربيع في ال على دي ها المسافة دي عندي كم تو دي اهي نفس القوة نفس القوة يبقى انا حسبت والقوة راحة فين ده السلكين اتجاه الطير واحد يبقى نحو اليمين يبقى ايزا السلك اكس والسلك زد بينهم قوة تجاذب رايحين ناحية بعض اه دي لما بقى اربعة اسلاك هل حد مشكلة في السفل اللى بقت بقى دمها خفيف فاضل عندنا جزء ظريف جدا 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 وهو ماذا يحدث اذا اصبح هذا السلك جنبه ملف بيلعب معه يلعب جنبه ملف ممكن يبقى جنبه ملفه مستطيل ملفه مربع ويقولك يحسب القوة المؤسرة على الملف تعالى نشوف تعالى نشوف وانا حاسس ان ابنين معتزين بهذا الجزء من الفيزياء وحاسين ان عايزين يكملوا من غير ما يتكلموا ده اللي انا حاسوا لانهم حاسين ان انا برد على تساؤلتهم تعالى نشوف مع بعض تجاور ملف مستطيل لسلك يحمل طيار وفي وموازنه وفي مستوى واحد خلي بالك بقى هنا ايه اللي ممكن يقابلنا هنا ابد ما حلتناش غير القواعد القديمة ما فيش اي اشكال تعالى نشوف تعالى نشوف انا عندي معانا اسلام من المنوفية اهلا بك يا اسلام اتفضل لو سمح اتفضل يا حبيب اه فيه سؤال واس بدي ارميك ونقوله اتفضل يا حبيب عايزين تبقى معانا في نفس الموضوع بحيث ان الدنيا تبقى مترابطة ليكو ايه اتفضل يا حبيب اه من قانون القوة اس ليسوي بي اي اللي ساين سيطا اه ارسم معاكة بين القوة اس على المحور الراسي وزاوية عايز ارسم علاقة بين القوة على المحور الرأسي وبين ها جيب زاوية بين السلك والمجال جيب زاوية بين السلك والمجال على المحور الافخة اقول له ده كلام جميل ايه رأيك ارسمه لك بمزاج وهضيف لك رسم كمان جانبه بدون ازعاج كمان تعال نشوف انا عندي هنا علاقة بين الاف والساين سيتا وانت ماشي هنا خلي بالك هنبدأ من الصفر نقطة الاصل صفر وصفر طب هنبدأ نزاو واحد اين ثلاثة اربعة الله واحد اين ثلاثة اربعة ايه ده الساين اللي عندنا اكبر ايمى ليها بكام ساين سعين بواحد يبقى تخلي بالك عشان ما تقعشف مطب هتاخد اجزاء صغيرة اقصى رقم عندك كام واحد يبقى هنمشي هنا واحد من عشر اتنين من عشر وكذا لحد كام واحد وناخد من جدوى للقوة القيم زي ما يدهاني بالنيوتن عشرة عشين تلاتين اربعين كما يشاء وحنجد ايه بص معايا كده هو عايز علاقة بين الاف والساين سيت يبقى لازم يقول لي عنده سبوت دول يبقى دول ايه سوابت يبقى الاف تتناسب ترضي مع ساين سيت يبقى يمثلهم خط مستقيم ماله خلي بالك الخط هيفضل ماشي معنا ايه على طول بس مش حيطول زيادة عن هذه النقطة ليه لان اكبر قيمة عندنا كام يا اسلام واحد للساين واحد طلع الخط بالشكل ده وطلع الاسلوب بيساوي ايه الميل بيساوي ايه الميل بيساوي اف على ساين سيت اف على ايه على ساين سيت طب بالراحة كده اف على ساين سيت الله طب تعالى نقسم هنا على ساين سيت وين على ساين سيت يتفضل مين يا اسلام ها بص معايا كده برهافو عليك اف عن حط ب اي ال ساين سيت صح تحتها ها ساين سيت ساين سيت مع ساين سيت يبقى طلع الميل بيساوي ها بي اي ال يبقى الاسلوب بيساوي ايه الميل يساوي ها بي اي ال يعني يساوي القوة ايه ها بي اي ال اللي جدي يعني معناها ايه القوة العمودية القوة ايه يا اسلام العمودية القوة العمودية طب هنا بقى لو انا جيت زنات ابناء الاعزاء وعايز اخد العلاقة بين السيتة العفريتة وبين ال اف هيدا منحنة جايبي برافو عليك يا اسلام كده احلى كلام وواضح ان انتم مركزين معايا بانسجام صح ولا لا يا اسلام ايه ها في انسجام اكتر من كده لا جميل لما اجا تكلم على دي وزي ما قال اسلام هتطلع منحنة جايبي مش هطلعه من جايبي انما هقولك خلي بالك اللعبة اصلا كأنها بين السيتة وصينها كأنها بين السيتة وصين سيتة نرجع كده اهو بالراحة ده بين مين السيتة والصين صفر تسعين مية وتمانين متين وسبعين تلتمية وستين ده مين ده ده بتاع السيتة الله طب وانا هاخد انا عايز السين سيتة ده انا عايز ايه ده انا عايز اف اقول له حاضر بالراحة كده اقول له اف بتساوي بي اي ايل مضروبة في سين سيتة لو بي اي ايل دي بتلاتة مثلا طلع الرقم بتلاتة حاضر ادى كله في تلاتة هي بقى اقصى حاجة عندي ادىها كم مرة تلاتة معايا اسلام شفت الشكل ها بقى منحنة جايبي بس منحنة جايبي ايه بيزلوهما شوي ليه لان انا مش بحس بالصين اهو الصين ده مانتم معاه ماشي زيه بس القيمة تختلف يبقى الشكل هنا يبقى اللاحمر ده يمثل الاف والاسود يمثل ايه اسلام يمثل قيمة الصين اللي هي اقصاها كم يا اسلام واحد اقصاها واحد لكن الاف بقى هتبقى ها القيمة بتاعت الصين مضروبة في قيمة البي اي 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 شفت يبقى الرسم بيتكلم ويقول لك يا اسلام بقت ايه بقت معل بي اي 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 تمام اتفاهمت تمام يا اسلام تمام بمزاج ولا نص نص نعم بمزاج ولا نص نص لا بمزاج خلال دورة كاملة تعالى نشوف كده لما نيجي نشتغل على دورة كاملة ناخدها على ورقة جديدة على ورقة جديدة احنا خدنا مين الصينسيت وقلنا الصينسيت اقصى قيمة لها كام واحد طيب هتاخد الشكل التالي هيمشي ايه ودي الاف اف عملة تزيد 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 لحد ما وصلنا الكام لإيه لحد الواحد طيب وبعدين لو حصل وان الزاوية قلت هيجرى ايه للصين هتقل بس خلي بالك الصين هتقل يبقى الخط هيجرى له ايه هيرجع النحية دي هيرجع واخد بالك كده تمام متخيل الاسلام نعم وصلت لحد ما يبقى كام صفر عند الزاوية كام اعكد صفر يبقى ايه زن وانا ماشي كده ها العلاقة خط مستقيم وعرفنا الميل بتاعه ها اقصى حاجة عندها كام الواحد الواحد طيب جيت انا زودت مين الزاوية هو مديلك ايه بيزود بياخد علاقة بين مين ومين بن الاس على المحور الرأسي وصين خلال دورة كاملة جميل خلال دورة كاملة يعني عمالي يغير الزاوية يغير ايه اسلام الزاوية الزاوية يبقى هيحصل ايه القوة هيجرالها ايه هتتغير بس اكده هتقل حلو يبقى الصين يجراله ايه هيقل هيقل لحد ما يبقى صف وبعدين يزيد بس هو هيدا هياخد اللي انا رسمتها اللي فاتت هو التعبير ممكن يكون اللي خانك او خانه وهو عايز يقولك ايه العلاقة هنا هتبقى بين السيتا وبين مين الاف خلال دورة كاملة اللي اتكلمنا ايه عنها وضحت يبقى لو بين الاف وبين السيتا هيبقى اللعب كأنه بين الصين سيتا وبين السيتا منحنى جايبي طيب ما هي هي ما هي هي بس هو التعبير اللي ايه اللي بدل ما يقولي هعبر عن المنحنى الجايبي اللي عندي تمام انا عايز علاقة بين الاف ها وبين ايه وبين الايه الصين في الحالة دي القوة هتزيد وبعدين تقل وهكذا مش هتزيد عن كام ها عن الواحد يبقى هو يبقى هو بيديني ايه عمالي يديني قوة وبيديني ايه الصينات الصين مش هتتعدى هذا المكان في خلال الدورة الكاملة ماشا وصلت يبقى لما يجيب لي علاقة بين الاف وبين الصين العلاقة اللي عندي هتبقى بالشكل ده ماشا بين الاف وبين الزاوية هتبقى بالشكل زي ما قلنا المنحنى الجايبي ده ماشا وهنا حيديني ايه يقولي الميل بكذا او يطلب الميل او يديني الرقم بتاع الميل ويطلب البيانات الباقية لان هنا زي ما اتفقنا قلنا الاسلوب بيساوي ايه بيساوي البي والاي يقول لي وجد الال يديني الال والا يقول لي وجد البي يديني البي والال يقول لي وجد الال وصلت يا اسلام تماما شكرا قل لتاني في ايه سؤال تاني يا اسلام لا شكرا تمامي حبيبي نيجي بقى لتطبيق جميل جدا وهي وجود ملف جنب السلك وجود ملف جنب السلك يبقى احنا هنتطر ان احنا ناجل عزم الازدواج وناخده كله على بعضه مرة واحدة تعالى نشوف هذا الملف الجميل بجوار سلك مستطيل انا باخد الاشكال اللي ممكن تغطي كل انواع المسائل ادي سلك اهو ويحمل طيار اي تمام معانا صابرين من سهاج مركزة معايا يا صابرين ولا لا لا طب اسألي عالي صوتك يا صابرين لو سمحت يا مسا قولي يا باب يعني كان عندي سؤال اتفضل يا صابرين هو انا في جسم البياني بعرفة حلوك بس مش بعرف اجيب التدريج بتاعه مش بعرف اجيب التدريج حاضر يعني عامل القامل بتاعك ماشي هغطي انا انت حضرت معايا المحاضرات اللي فاتت مش كده لا لسا منزل القامل بارح طيب ارجعي كده وبص عليهم وانا هغطي بقى البياني زي ما انا حطيت القواعد عديت على افكار البياني كلها اللي فاتت وهتك على التدريج ان انا حط ارقام وطلع من الارقام رسم ده اللي انت عايزة اكيد صح يا صابرين ايه بس ممكن اتسمي واحد كده والدرجه لي حاضر بس الوقت اللي باقي من الحلقة مش هيكفي ان انا اخد جد والرسم بارقام وارسم اتاخد لها وقت كبير لكن هعمل دية مع كل القوانين اللي جاي كل قانون هحطلك عليه مسألة بياني بارقام وطبقها بس احضاري بقى معانا وواصبي معانا على طول وارجعي بصي على اللي فات هتحس ان انت مش محتاجة تسألي حد بعد كده تاني باش ماشي يا صابرين هنا لو انا عندي ملف A B C D ومديه لك طوله وعرضه وجنبه سلك بيحمل طيار هسمي ده I-1 والملف فيه بيحمل طيار I-2 الطيار بتاع الملف ماشي في كل اضلاع الملف طب نخلي بالنا بقى معايا وحدة وحدة ممكن يجي يقول لي معانا مداخلة حسن من الجيزة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا حسن وحضرك بس ممكن القوى المتبادلة بس مع حضرتك تعيد مثلا مسألة تاني عشان بس مش واضحة شوية وفي مسألة عندي لو حضرك ممكن تسمعها طيب هعمل لك مسألة على القوى المتبادلة وركبها على الملف ده ايه رأيك اه خلص ماشي اظن كده دي بقى ايه اه لعبنا بالاتنين حديلك ارقام حسم الطيار هنا مثلا خمسة امبير والطيار ده تمانية امبير ماشي تمام وحديلك المسافات المسافة دي عشرين سنتيمتر والمسافة وعرض الملف اربعين سنتيمتر وطوله اه ستين سنتيمتر اظن كده ارقامة هو وعايز اقول لك اوجد القوة على كل ضلع من اضلاع الملف والقوة المحصلة على الملف ايه رأيك اظن كده مش تغطي اللي انت عايزه بس ده اللي انت عايزه واللي ما كنتش عايزه صح ولا لا ايه محمد تمام هيا بنا نلعب تعال نشوف هاحسب القوة على كل ضلع الاف عندنا عموما بتسوي ايه بي اي ال ساين سيت ده لو انا عارف المجال اللي عاملوا مين السلك معايا حسن يبقى بمعارفة مين بي الناتجة عن مين عن السلك يبقى دي خطوة اولى ان انا احسب البي اللي عملها السلك ركز بقى معاي وتؤثر هنا وهنا وهكذا او احسبها متبادلة بين كل اتنين يلا نحسب بقى اف بين على السلك ايه بي مع مين مع السلك الرئيس اللي هسميه اكس تمام اتجاه الطيار ايه بص كده ها اتجاه طيار واح تبقى القوة دي نوعها هتجاذب ولا تنافر ها طيب معايا حسن هنا يبقى القوة هنا اتجاه طيار واحد يبقى القوة ايه تجاذب يعني تجاذب رايح نحية مين يعني نحو اكس بتساوي ايه ها اتنين فعشر اصناء السبعة في الاي وان في الاي تو في الاي على دي طب ركز معايا اي وان بكام تمانية امبير فاي تو بكام خمسة امبير اللي ايه اللي انت غاي تقول عليه ده انا عندي سلك طويل خالص او اقول لك احنا عايزين الطول المتقابل يبقى الطول بتاع القصير اللي هو اي بي اللي اي بي اللي هو طوله كام ستين سنت يعني ستة من عشر على البعد كام تمام عشرين سنت اتنين من عشر معانا مين معانا ايو اي عمر ايو حبيب المسألة اللي هي كانت دورة كاملة دي بتاعت اللي هي الاف بتساو بي اي ايل ساين سيتا يا اهلا يا استاذ عمر انا متذكر حضرتك ولي ايه امر ايه تلميز نجيب معانا الله يكبر ودي حاجة تفتح النفس ومثال بس عظيم بس نجري في المنهج شوية يعني انا بحاول والله بحاول وما بسيبش افكار زي ما حضرتك شايف طيب بس اللي هي المسألة اللي كانت اف بتساو بي ايهل ساين سيتا الكيرف نفسه اللي هو بين الاف والساين سيتا في دورة كاملة هتراوح الساين سيتا من ناقص واحد لواحد وحيطلع هو خط مستقيم ما هو رايح جاي الخط رايح جاي اه مش حيطلع فوق هو خط مستقيم منه حسب مقدار القوة اللي من الدهاني رايح جاي على نفس الخط على نفس الخط على نفس الخط من واحد لناقص واحد تمام بس زي ما رسمنا هنا ايه مش حيطلع فوق مش حاجة عفوق خالص. اه هو زي ما انا قلت له رايح جاي وقفت عندها لان انا مكنتش مديني هو معطيات. لا هي المجتمع بتاعها بيها يقل. اه هي اكبرها بيها يقل فوق ونقص بيها يقل تحت. اه اخر حاجة فيها واحد يبقى القوة تبقى راحة جاي على نفس السلك وبالتالي مش هتيجي غير كده. بالضبط فهي النقطة الاولانية حدودها واحد وآآ. زي ما نحاس من هنا لو حرج بصت معايا كده. والنحية التانية ناقص واحد ونقص بيها يقل. تمام. بس شكرا جزيز. العفو سعادة. وهي هنا ما تجيش غير على الشكل اللي عندي ده. طيب تعال نشوف مع بعض كده هنا يبقى ايه في بتساوي? اشكرك يا استاذ عمر. اه هنا هنعوض يبقى اتنين وهنا اتنين يبقى عشرة الصناقص واحد تطلع فوق بمجاب واحد يبقى هنا ستة. ستة في خمسة بتلاتين. تلاتة في تمامية باربعة وعشرين يبقى اتنين اربعة في عشرة. والصناقص خمسة نيوتن. محمد من بني سويف. ازاك يا مصر. يا اهلا بك يا حبيب قلب. اتفضل يا محمد. كان عندي سؤال بس على اللي هي المسألة القوة. اتفضل. كان آآ جوليو المسألة بالشكل سلك ومستقيم. يمر به طيار كهرابي شدته خمسين امبير. باتجاه محور السنات. طيب تقدر توصف لي تقدر توصف لي المسألة الرسم لان انت قدامك رسم. اه خلاص ما انا اه ما انا بقولك اللي هو السلك ومستقيم يمر به طيار اتجاه محور السنات الموجب يعني اه يمين. معايا كده. اه. 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 طيار خمسين امبير. اه. اه. تحته تحت السلك ده مستقيم. تحته تحت تاني سلك اخر. لا مش تحت سلك لأ تحته مستقيم. اه. ملف ماشي. اه. اه. ابعاد وخمسة وعشرين سنتي وتسعة سنتي. تحته ملف مستطيل بالشكل ده. اه. بس بينه وبين السلك واحد آآ صنطي بين الملف وبين السلك واحد صنطي المسافة دي واحد صنطي متر آآ وابعاد المستطيل بقى خمسة وعشرين صنطي وتسع صنطي وتسع صنطي آآ تمام وكتلة الملف ده اربعة اربعة ونص جرام اربعة ونص جرام تمام اوجد مقدار واتجاه شدة الطير اللازم مروره في الملف حتى يفقى معلق بشكل رأسي في الهواء جميل هشرح لك الفكرة سريعا يبقى انا عايز دلوقتي عايز الطيار اي اللي في الملف ايه ومقداره واتجاهه اللي يخليه يبقى معلق معلق بشكل رأسي في الهواء تمام ليبقى معلق يبقى لازم القوة الكلية تبقى لاعلى المحصلة ايه تساوي الوزن تمام يبقى انا هنا عشان تبقى القوة اه الكلية الاعلى يبقى لازم الضلع القريب هو اللي متأثر بقوة الاعلى لان هنا الطيار في دول متضاد واحد لاعلى والتاني لايه لاسفل يبقى لازم ده يبقى طياره مع السلك وهنا عكسه عشان تبقى القوة هنا اكبر وهنا اقل وهعوض بالايه بالمحصلة بتاعة القوتين لازم تساوي اربعة ونص في عشر وصنا الصلاة في جي عجلة الجاذبية معايا كده يعني والطيار اللي هو اه اللي هو جنب السلك ده لازم انكون طياره اه زي الطيار ده اللي بقى انقواته بقى اه الطيار الماشي في الملف هو هو لكن لازم يكونوا اتجاه السلك القريب مع نفس الطيار اللي فوقه عشان تبقى القوة بينهم ايه عمر تجاجب واه نشكرك يا عمر شكر كبير واشكركم النهار على اه الاسئلة وارجو ان انتو اه ان شاء الله تكونوا متفائلين خير لان بازن الله الايام اللي جاية هنمشي كمان اكتر واكتر في المنهج واعد على افكار كتيرة زي ما انتو شايفين ومش هتخرج بازن الله حاجة عن هذه الافكار مهما كانت بازن الله لان انا بديك الافكار الاساسية اللي يتعمل عليها عشرات ومئات الايه الاسئلة والمسائل اشكركم وتمنى ان القاكم على خير في الحلقة القادمة مع جزء سعيد جديد في منهج من منهج الفيزياء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته